في عام 1978 قام الدكتور هامشيك بتصنيف الناس أثناء إتمام عملهم إلى نوعين الأشخاص العاديين اللي يميلون إلى إتمام العمل بشكل كامل من دون إمساسهم بتقديرهم لذاتهم والنوع الآخر هو النوع المتعصد للكمال اللي يسعى إلى أهداف غير وقعية للكمال ويشعر بعدم الرضا وتأنيب الضمير إذا ما قدر على تحقيق هذه الأهداف وهو اللي أطلق عليه هواس الكمال مصطلح الكمالية هي إحساس ملع على فئة بعينها بأن ما تبذله من مساعي ليس كافي أبدا كل إنجاز ينظر إلي بعين النقص عوضا عن الكمال أو الرضا أو القبول كل عمل لابد أن يكون متقنا مدققا ممتثلا لمقاييس ذاتية صارمة وضعها الشخص لنفسه وبقدر ما تجتذب تلك المثالية بعض النجاحات المتوالية فإنها عند حد ما تصبح سببا رئيسيا للإرهاق والتسويف ونقد الذات بشكل دائم عشان تكون الصورة أوضحة أبرز علامات هواس الكمال كالتالي إنك ما تعتبر المهمة منجزة إلا إذا كانت مثالية وبدون أي ريوب أو إنه مجرد وجود نقد واحد للعمل المنجز يخليك تشعر بشكل كبير بالذنب أو الفشل أو حتى التسويف والمماطلة قبل بداية المهمة مو لأنك ما تعرف لا لا بل لخوفك من الفشل فيها أيضا هوسك الشديد بالتفاصيل وعدم القدرة على تقبل النتيجة النهائية وإن كانت في الغالب مرضية بل وإن كانت ممتازة هذا كله يجعل المهمة تأخذ وقت أطول بكثير من الوقت اللي يحتاج له غيره لإنجازه في عام 2022 أجرت فيتالي بوفورد هاردين وشركتها هاردين جروب بحث بالشراكة مع مختبر الأبحاث الاجتماعية في جامعة شمال كولارادو لمعرفة نسبة هوس الكمال عند الموظفين والأرقام كانت أكثر من صادمة لأنه تبين 92% من الموظفين يعانون من الهوس بالكمال و86% قالوا أنه هذا الشعور يؤثر على جودة عملهم و72% منهم يرى أنه هذا الهوس يؤثر على بناء علاقاتهم بالآخرين واللي صدقي خوف بشكل كبير أنه 68% يرون أنه هذا الهوس يؤثر عليهم بالإرهاق ومشكلات نفسية أخرى كثير وهنا نجي للوجه المرعب والمخيف من هذا الهوس اللي ما يتوقف على جودة العمل أو تأخيره أو حتى عدم إنجازه لا لا بل يوصل إلى التأثير الصحي على الفرض نفسه حوس الكمال يسبب العديد من الأثار الصحية السلبية أبرزها الاكتئاب والإجهاد وانخفاض الأداء الوظيفي وانخفاض الرضا بالحياة عموما وانعدام السعادة أيضا الشيء اللي بدوره يؤثر على العلاقات الاجتماعية وصولا للأمراض الجسدية كارتفاع الضاف وأمراض القلب نتيجة لهذا الضغط والتوتر المستمر بالأخير حوس الكمال من منغصات العيش يعميك عن عظمة إنجازك ويخيب أمل في منحولك ويطمس معالم الرضا والقناعة في حياتك متى ما آمنت بنقص دنياك ومن فيها جميعا قدرت أعمالك وعذرت منحولك واغتبطت بما تملك دمتم بصحة ونشوفكم على خير بالحلقات القادمة والسلام عليكم